سيدي إلى هذا الحد تتوقع طيوان كما تتوقع الولايات المتحدة أنه لا محالة الصين قادمة إلى طيوان؟ بالقطع شكرا على سؤالك هو بالقطع هم متوقعين الأسوأ وهم شايفين روسيا تتقدم في أوكرانيا ومتوقعين بصورة جادة أن بعد انتصار المتوقع نقول لروسيا على أوكرانيا أن الصين ستفتح شهيتها على طيوان فهو في توقع كبير جدا نعم من ناحية الغرب أنه هيكون هناك تمدد وتوسع الصين في طيوان ولكن الصين من الدول التي لا تتكلم كثيرا ولكنها انفعلت يعني تتحرك فيما تريد لكن مش هتتكلم كثير فنعم الإجابة يقينا أمم متوقعين تدخل الصين في طيوان طيب وفي هذه المحاولات ماذا يفعل وفد الكونجريس حتى يؤجل أو يمنع هذه الحرب دلالة هذه الزيارة في إطار الاستفزاز أم في إطار ترتيب الأوراق لمنع ذلك أعتقد هي يعني معظمها ترتيب أوراق وليس استفزاز أمريكا ليست في وضع يستطيع أن يستفز الصين في المرحلة الحالية وهي بتدعم أوكرانيا وعندها مشاكل داخلية أعتقد أنهم ليس عندهم رغبة في استفزاز الصين ولكن لترتيب أوراق في غاية الأهمية فأمريكا في الوضع الحالي قد تفكر في عمل نوع من التحالف على غرار حلف الناتو أو أنها في هذه المنطقة بمعنى أن أمريكا وطايوان وممكن تدخل في اليابان وكوريا الجنوبية أن أي اعتداء على حد منهم أو يعتبر اعتداء على الأرض الأمريكية تصبح مثل علاقة الناتو أو الدول الناتو مع بعضهم البعض في الحالة دي تصاعد القرار على الصين يعني حينما كلما الجزء العلاقة والديبلوماسية والاتفاقات والمواثيق تكون قوية بين أمريكا والصين كلما يصعب على أمريكا وطايوان كلما يصعب على الصين أن هي تأخذ قرار اقتحام طايوان هتفكر بدل المرة مرتين وأكثر في هذه اللحظة طب في تقييمك دكتور هذه الزيارة أساسة سياسية نعم في تقييمك دكتور هل ما يحدث هو محاولة جر الصين أو على الأقل لدفع الصين بالمصطلح الدقيق إذا الاتجاه طبقا للدعوة الأولى لو تتذكر بأن العالم الغربي والولايات المتحدة مع بداية أزمة روسيا وأوكرونيا طلبت الصين بأنها بأن تكون هذا اللاعب الوازن لكل المشاكل الإقليمية وأنها مرحب بها إذا ما أبدت ذلك ضمن العالم ضمن موزين القوة في العالم أحد أدواته هل تتوقع أن هذه الزيارة والضغط على ملف طايوان دون مؤشرات قادمة من الصين هو في هذا الإطار نعم هو في هذا الإطار لأنه هو الصين هي موضوع توازنات قوة لو تعلم أن دخول طايوان لن يكون بالشيء السهل لا اقتصاديا عليها ولا حتى عسكريا لأن في تحالفات قوية مع أمريكا ودول الغرب هناك هيصبح الصين في وضع قد تفكر مرة ثانية في الدعم المطلق لروسيا لكن فأعتقد أنه هو أساس التحرك هو ما ذكرت حضرتك منه هو نوع من الضغط على الصين بحيث أن هي تميل في اتجاه المحايدة في الأمور وليس في اتجاه روسيا فأعتقد هم بيحاولوا يضغطوا عليها في هذا الجانب ليشعروها أن هي ما تمشيش في اتجاه روسيا وأنها تأخذ جانب يعني حيادي شوية ويكون أفضلها وأقل استنزاف لمواردها تقصد أن الحزبة الكفتين تقول أن تذهب في اتجاه العالم في مقابل عدم تصعيد هذا الملف في ملف طايوان صحيح؟ صدقت وكلمة توصف بدقة في اتجاه العالم وليس في اتجاه الآخر أعتقد هو ده أجمل وصف لما تريد أمريكا والغرب من الصين على الأقل في المرحلة الحالية معنى ذلك أن هذا الحديث يشير إلى أن أزمة طايوان منذ الحديث عنها مع بداية أزمة روسيا وأوكرانيا الحديث المتواثر المتصاعد من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بأن حسب ما حدده زمنيا بأن الخليف القادم وهو الخليف السابق هو موعد اقتحام روسيا لطايوان كان هي بداية هذه الخطة الأمريكية وأنه في الأساس لم تكن هناك خطة صينية لإقتحام طايوان أتقصى عليك اقتحام روسيا لأوكرانيا لا أتحدث عن الحديث الوارد في أعقاب أزمة روسيا وأوكرانيا بشأن طايوان قالت الولايات المتحدة أنه تبقى للتقديرات بأن الصين ستعمل على اقتحام طايوان في الخليف القادم يقصد بالخليف الفائت بالقطع هم كانوا متوقعين اقتحام لأن كان التوقع في الأول أن روسيا هتسيطر على كيف والصين متوقع أن هتكون الأمور سهلة هل كانوا يتوقعوا ذلك أم كانوا يتوقعوا شكل من التعاون بين روسيا والصين لم يكن موجودا بتجارب خبرة هذه المعركة الدائرة في أوروبا لهم متوقعين أن الصين هتدخل داعم لروسيا في لحظات قاتلة في هذه الحرب هيلاء الصين بتدعم روسيا بمنطقة القوة بيرسال أسلحة وغيره عظيم دكتور توفيق عظيم دكتور توفيق هل ما استطيع أن نعيد القياس على تجربة طايوان والحديث بشأنها في وسائل الإعلام الأمريكية وبعض المسؤولين عظيم الاسم الذين لم يذكروا أسماءهم في هذه التصريحات أن الحديث الدائر حاليا بشأن أن الصين تستعد لإيصال المساعدات العسكرية إلى روسيا هو شبيه بحديث اقتحامها إلى طايوان نعم أقدر أقول أنه هو شبيه جدا بيه والكلام هنا المتناثر واللي له أسس يعني ما بيبقاش مجرد إشعاد كده بيبقاليها أسس وده بيخيف الجانب الأمريكي لأن لو الصين بعتت حاجات عسكرية لروسيا في اللحظة دي دي دلالة واضحة على أنها تميل تماما في الانتجاه الروسي وضد الغرب تماما فهيصبح الصين هنا في وضع مش حيادي وهما بالنسبة لأمريكا الوضع الحيادي للصين وضرورة هامة للنظام العالمي في الوقت الحالي مع الاضطربات اللي فيه فأعتقد وهناك النوع من الخوف المشوب بالحذر ومحاولة لاكتزاب الصين أو الضغط عليه حتى تتجه بعيدا عن روسيا ولكن ليس بدرجة عالية ولكن على الأقل ما تدعمهاش عسكريا وهو ما يخشى الجانب الأمريكي لأن لو ده حصل هتبقى يعني خلاص نهاية الأمر أن الدعم ليس فقط اقتصادي ولا تعاون من خلال البريكس أو الأموال والعملة الدهب والبترول والغاز لا الموضوع هزي يصل عسكري دي هتبقى مرحلة تانية وقد تدخل الصين طايوان بعد الغزوة الروسي وهذا ما أتوقع لأوكرانيا أتوقع أن الصين هتفكر أنها تأخذ طايوان بمنتهى الجدية وما عملوش كده لحد دلوقتي لأن لسه الروس ما أبدوش انتصار ساحق لسه في أوكرانيا ما سيطروش على كيف لكن لو ده تم هتشوف بعدها أن الصين هتفكر بقوة في الدخول بقوتها لطايوان والسيطرة عليها شاكل لك من واشنطن الدكتور توفيق حميد المحل الأسياسي إذ كنت معنا من العاصمة الأمريكية